ست ايام بالزبط من النهاردة هنعدي سنة على ثورة 25 يناير بحلوها بمشاكلها بالناس اللي فقدناها العزاز عينة جدا كل واحد فيهم وسام على صدر كل مصري عبوبنات نفكر نشوف احنا طلعنا القدام ولا رجعنا الوراء احنا مكننا ولا بنسوق وعينا بيزيد ولا بيقل الاعلام دوره بيبقى احسن ولا دوره بيبقى اوحش ادارة البلاد ماشية في طريق صحيح ولا في حاجة مش مفهومة وتساؤلات كتيرة هنحاول نحللها الشيء هنحاول نفهم وصلنا لايه وروحنا فين ورايحين فين السنة اللي جاية وكمان ناس خايفة ننزل 25 يناير احسن مشاكل البلد هتولع لا هتمشي بسلام ناس لازلة تحتفل ببرور سنة وناس نازلة تقول لا صورتنا مكملة لان ما فيش حاجة تحقق ما بين الاراضي كلها خلونا نقيم كده السنة اللي فاتت ونشوف رأي ضفنا ويحلل لنا كده السنة اللي فاتت عملت ازاي او عاملة ازاي مش عارفنا يكون معانا استاذ احمد الساوي مدير تحقيق الجريدة الشروق نهارك سعيدة فاني اهلا بديك ازاي حضرتك بداياتا كده احيز اعرف حيك شايف السنة اللي فاتت عملت ازاي يعني انا عرف نسؤال طويل وصعب بس يعني خيني بتدي كده حيك شايف السنة اللي فاتت عملت ازاي يعني انا انا بشوف ان سنة الفين وعشرة يا سنة ممكن تكون هداشر الفين وعشرة ممكن تكون خلصة يعني ممكن تكون السنة خلصة بمعايير التقويم يعني اه ان الاثناشر شهر خلصه لكن بمعايير التأثير والانجاز اعتقد انها السنة لسه ما خلصتش ولسه لها كمالة يعني اللي حصل ان فيه ثورة تحركت لكن حتى هذه اللحظة مازال مشروعها يعني متراجع مازالت اهدفها الحقيقية بعيدة مازال لسه فيه حراك كبير حول هويتها نفسها هويت هذه الثورة فكل هذا الجدل مازال موجود وبتفاعلاته اللي حصلت طول السنة اللي فاتت بالمواجهات اللي حصلت بالحاجات اللي حتكلمت عليها كل هذه الاشياء ربما غطت بشكل كبير عن ان الناس تستوعب الثورة قامت عشان ايه واهدفها كانت ايه وايه اللي تحقق منها ودخل الياس احدا كنت من كم يوم كان وزير الداخلية موجود في الهرم عشان استياحى وبيتفقد الوضع هناك وهو بيكلم في الانترفيو قال الثورة وكمل جملته بعد كده جي احد الوزر المساعدي وزير الداخلية قال طبعا استياحة اصارت بعد احداث يناير ودخل لين يتساءل هي ثورة ولا احداث بإمنوجة نظر ناس كتيرة هو متنحي ولا مخلوع ولا متنازل هي انتقالية ولا تكملة هي ايه ولا ايه يعني هو ده اللي بقول لحضرتك عليه اللي هو الخلل في المفهوم نفسه ان كل حد شايف اللي حصل من زاويته الشخصية والسياسة عموما يسرع ارادات فالارادات اللي بتتنازع في المجتمع دلوقتي هي ارادات على هذا المفهوم اللي شايفها انها كانت مجرد حركة اصلاح فبيحاول ياخدها في سكة حركة الاصلاح واللي شايفها انها كانت مجرد احداث بيحاول ياخدها في سكة انها احداث ولازم نعديها واللي شايفها في انها كانت ثورة لهدم نظام كامل وبناء نظام جديد حديث برضو بيحاول ياخدها في هذه السكة وده خلينا اسأل حضرتك من 11 فبراير تحديدا يوم التنحي او يوم الخلع بقى ينكان عشان بقى ماشي مع كل الاراء من 11 فبراير لغاية النهاردة والمرحلة اللي احنا بنسميها انتقالية اللي احنا برضو كان عندنا مشكلة اصلا يعني انتقالية وبنين الين ايه لسه احنا معظمنا مش فاهم يعني خلية بقى ايجابية وقول حدك من وجهة نظرك الانجازات اللي حصلت في السنة دي ده هو طبعا احنا ما نقدرش يعني في جميع الاحوال لازم نبقى فاهمين ان احنا اتحركنا خطوات لقدام مش بالسرعة اللي احنا كنا متوقعينها ولسه ما بلغناش المحطات اللي احنا بنتمناها واخدنا وقت طويل جدا في مشوار المفروض كان يخلص في نصف ساعة لكن في النهاية في خطوات يعني في النهاية احنا مشينا لقدام القضية دلوقتي نكمل ان احنا نمشي لقدام ولا نقف نكتفي بقى اقل في هذه النقطة اللي قفنا عندها نتخانق او نتشد الورا لان في ناس بتشد الورا يعني هي دي النقطة الاسسية المؤكد ان هناك رأس للنظام اجبر يعني مخلوع متنحي متنازل هو اجبر ان يترك منصبه هناك ادارة ايضا تم الضغط عليها فاضطرت الى محاكمته هناك احكام قضائية صدرت بحل الحزب الوطني وبحل المجالس الشعبية وهي احكام صدرت من المحاكم القضاء الاداري في ضغط له علاقة في انجازات له علاقة بشكل النظام السابق تغيير شكل النظام السابق او ازالة الواجهات اللي كان بيحتمي خلفها النظام السابق لكن لحد دلوقتي ما دخلناش في الاجراءات الاساسية ان هذه الثورة قامت رفع شعار عيش وحرية وعدالة اجتماعية فاحنا حتى لو جينا نفكك هذا الشعار ونشوف ايه اللي حصل في العيش و ايه اللي حصل في الحرية و ايه اللي حصل في العدالة الاجتماعية هنكتشف ان احنا ما زال قدامنا مشوار طويل وممكن نجاوب على اسئلة كتير ايه اللي حصل في العيش ايه اللي حصل في الحرية إيه اللي حصل في العدلة الاجتماعية وإيه اللي ما حصلش في العيش وإيه اللي ما حصلش في الحرية وإيه اللي ما حصلش في العدلة الاجتماعية ومين المسؤول أن هذه الأشياء لم تحدث يعني في النهاية هذه الثورة كان عندها مشروع من البداية كان فيه كل واحد نزل الميدان له هدف ما لكن كان فيه توحد على مجموعة أشياء أساسية كان فيه يعني كل المسألة هذه الثورة ما صنعهاش السياسيين اللي كانوا يعني بيشتكوا أن النظام بيهمشهم وأنهم لا يشاركوا في السلطة وأنهم مش واخدين فرصهم في الانتخابات وكل هذه الأشياء هذه الانتخابات صنعها للمواطنين إلا عندهم مشاكل حقيقية هي إما مع قمع النظام السابق يا إما مع أنماط انحيازاته نفسها انحيازاته الأساسية للطبقات الأكثر قدرة وترجمة سياساته الاقتصادية والاجتماعية لدعم هذه الطبقات وكأنها هي الطبقات الوحيدة التي تقدر تقود هذا المجتمع وتعمل تنمية جزء من خروج الناس أيضا له علاقة بفكرة الفساد الذي بدأ يصل حتى باب كل مواطن من مرور لخدمات لأشياء من هذا القبيل يعني في النهاية فيه إجراءات كبيرة حقيقية قدت إلى أن الناس تنزل الشارع وكان جزء من ده هو مشروع الثورة اللي كان المفروض يترجم أو أن المرحلة الانتقالية على الأقل تبدأ تعالج كتير من هذه الأمراض وتمهد للعلاقة أستاذ أمد حالك قلت أننا في المرحلة الانتقالية كانت ممكن تخلص في نصف ساعة بس هو فعلا المفروض المرحلة الانتقالية كانت بالنسبة لنا كانت ممكن تخلص في إيه فعلا؟ يعني موجة نظرك يعني ما هو على أساس إحنا محتاجين إيه من المرحلة الانتقالية؟ يعني في البداية لما صدر أول بيانة عن المجلس العسكري كان في تحديد واضح بمدة زمنية واضحة ست شهور اللي هي ست شهور وكان الهدف من الست شهور إيه اللي المفروض كنا نعمله في ست شهور؟ إن إحنا نعمل إجراءات حقيقية لنقل السلطة إجراءات حقيقية لمعالجة الأشياء السريعة التي لها علاقة بالثورة زي ملفات الشهداء وملفات القصص من المتسببين في قتلهم وملفات الإصلاح الأساسية يعني لو حضرتك الفلوس المهضرة والفلوس المنهوب والفلوس المنهوب لو حضرتك رجعت للفيديوهات اللي كانت في فبراير مثلا هتلاقي في كلام كتير عن إعادة هيكلة الداخلية والحد النهاردة لم تعرض أي خطط لإعادة هيكلة الداخلية ربما عد أربع وزراء داخلية لحد الوقت على الوزارة كل التبايونات اللي بينهم لها علاقة بشخصية الوزير وليس لها علاقة بوجود منهج لإعادة هيكلة الداخلية وكان فيه تبايونات أصلا يعني حتى هذه اللحظة يعني فيه ناس بتتعامل مع الوزير الحالي باعتباره أنشط وبينزل مواقع عمل وبيتحرك وبيحرك الزباط لكن برضو ده راجع للشخص وليس راجع إلى أن وجود منهج له علاقة بإعادة هيكلة هذه المؤسسة الأمنية وتصويب أخطائها ومعالجة الثقافة اللي فضلت سائدة عند الضباط لمدة فترة طويلة لا لا فاهمنا في الفترة الأخيرة حسنا سنة أن فيه اختلاف وده خلنا نتساءل هو ليه ما كانش موجود قبل كده برضو لأنه اختلاف زي ما قلت لك مرتبط بالشخص مش مرتبط بوجود منهج أو فلسفة لأعادة هيكلة الدخلية هتبصي برضو في فبراير هتلاقي فيه كلام كتير عن استعادة الأموال وحاجات الحد لكن برضو ما شفناش إجراءات رسمية لها علاقة باستعادة هذه الأموال بالعكس ده فيه دول كتيرة من التي يشتبه أن فيها أموال مصرية بدأت تتكلم أن لم تتقدم لها طلبات رسمية لاستعادة هذه الأموال أو فيه حاجات طباطئ كبير حصل في هذه المسألة يعني كل العنوين الأساسية اللي كانت بتطرح في بداية المرحلة الانتقالية على اعتبار أنها ملفات عجلة محتاجة حركة لم يحدث فيها شيء أيضا الملف انتقال السلطة إحنا كنا عارفين أن المرحلة الانتقالية زمنياً اتكسرت الإعلان الدستوري كان بيحدد مواعيد محددة اتكسرت ده جزء منه راجع لإدارة المجلس العسكري للمرحلة الانتقالية وجزء منه برضو راجع للقوة السياسية اللي كانت موجودة في هذا الوقت وحواراتها ما بينها وبين بعضيها ومعركها ما بينها وبين بعضيها ومحاولات بعضها لمغزة المجلس العسكري وبعضها لعقد اتفاقات وتفاهمات معاه وأشياء من هذا القبل كل هذا الارتباك أجل شوية مسألة الإجراءات السياسية يعني هكذا نشايف المرحلة الانتقالية ممكن فعلا تاخد ستة شهور كانت ممكن لو الإجراءات واضحة ومباشرة وفي حركة مباشرة في اتجاهها لكن في حالة من الاستغراق في الحوارات السياسية اللي ضيعت وقت طويل جدا 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 ولم ينتج منها أي شيء كان في حرص على توافق لكن لم يحدث توافق كان في حرص على ضمان آلية محددة للانتقال سواء بوضع الدستور في الأول لكن هناك عجز عن اختيار آلية محددة لوضع الدستور في البداية كل المراحل الانتقالية اللي حصلت في سورات العالم وآخرها كان جنبنا في السودان لما تم خلع نوميري كان في مرحلة انتقالية محددة تم وضع انتخاب جمعية تأسيسية فيها وتم وضع دستور وعندما تم الاستقرار على شكل الدولة وقواعد اللعب والقواعد المنظمة للعلاقة بين المؤسسات تم إجراء الانتخابات وتم تسليم السلطة طب يعني من وجهة نظر حضرتك كده لو أنا مش غلطانة إذن ده نقدر نقول فشل في إدارة المرحلة الانتقالية نقدر نسميه كده بالطبع هناك فشل في إدارة المرحلة الانتقالية وداخل انتقل وجهة النظر الأخرى الله ما انتو انتو بتوع الثورة دول بقى هما اللي عاملين كده انتو مدتوش فرصة للمجلس المجالس يعني مجلس الشعب أو مجلس الوزارة كل ما نجيب لك وزير تعترضه وتعتصمه وتعملونا مشاكل ورغي أنا هرجع إحنا هذه الثورة من الأول قامت عشان إيه قامت يعني لو اعتبرنا العنوين الرئيسية إنها قامت ضد هذا النظام القامعي وقامت ضد حزبه الذي كان يحتاج للحياة السياسية لكن إحنا جزء من المرحلة الانتقالية ضاع في استفزاز هذه القطاعات اللي انتو بتقولوا إن هي عملت مدتش للناس فرصة فأول حكومة تشكلت بعد الثورة كانت حكومة حزب وطني بامتياز اللي حصل كمان في أحدها موقعات الجمل تاني حكومة تشكلت بعد الثورة كانت حكومة نصف حزب وطني بامتياز يعني فكرة دلوقتي إي تلت ولا ربع ولا دلوقتي نص برضو ما عنديش معلومات مباشرة لكن أنا بكلمك يعني فكرة أنه لم يكن هناك وضوح يعني في النهاية هناك حزب نهار وكان جزء من هذا الغضب لكن أنا ضيعت شهرين ثلاثة من المرحلة الانتقالية في استفزاز الناس بإني مصر على بقاء جزء من هذا النظام في مفاصل الحكم الأساسي وده كان طبيعي أن هذه القطاعات تستفز وأن تواصل فوراتها وفي النهاية جزء من هذا الأداء اللي له علاقة بعدم الاقتراس بمشاعر الشارع في هذه الفترة هو اللي بدأ يخلق جدار عدم الثقة هو اللي بدأ يخلي الناس تبدأ تتشكك كل شوية في القرارات اللي بتطلع وفي السياسات اللي بتتتخذ أيضا جزء من القرارات اللي لها علاقة بالمسائل القضائية يعني كلنا فاكرين أن كانت كل هذه القرارات اللي لها علاقة بالمسائل القضائية كان بتصدر يوم الخميس لما كان بيبقى فيه يوم جمعة ناس للميدان يعني كان فيه صمت كامل مثلا على محاكمة شهرين الرئيس السابق لكن لما بدأ الضغط في الشارع بدأ يتحرك يعني فيه ناس بدأت تحس يعني ده كان جزء من خلق مناخ عدم الثقة أن فيه ناس كان بتحس أنه أنه لو لا هذا الضغط ما كانتش أشياء اتحركت وما كانتش ملفات اتحركت وحاجات من هذا القبيل فده له علاقة بأن هذه القوى الثورية هي قوى لا تريد أن تهدأ لأنها تعتقد أن هذه الثورة في حاجة إلى مجتمع حارس ومستوعب ومفتح وصاحي وعنده القدرة أنه يتحرك في أي وقت عشان يحمي ما بقي من مكتسباته مجتمع واعي ومفتح ومصحصح ويحمي في ظل إعلام رسمي وأعلام رسمي بقول أنه إعلام اللي هو يعني مش رضي حكومة أو خاص يعني الإعلام بشكل عام اللي هو التلفزيونات والراضيوهات وإعلام شعبي على الإنترنت وحملات نازلة في الشارع فيه ممكن أشهرهم حملتين دل tinha في الشارع كذبون وسلاسل مصرية تأليبا يعني حملات شايفة إنه مازال الإعلام الإعلام الرسمي اللي هو التلفزيونات وكده جزء منه بيسموه بيسخن الرأي العام وبيضلل بيسخن رأي العام وجزء تاني بيضلل الرأي العام وبيضحك عليهم بيقول معلومات كاذبة والإعلام الإفترادي عايش مع العشرة بتوعه والخمستاشر اللي هم قاعدين بيكلموا بعض وبيردوا على بعض فبالتالي كان فيه اعلام تاني شعب ينزل الشارع وعشان كده فيه الحمالات ينزل في شارع الاعلام بقى يعني موقفه من 25 يناير لعب في دماغ الشعب بشكل كبير جدا بكل الفئات اللي أنا حكيتها دي حكشف الاعلام يعمل فينا ايه بعد هو المشكلة ان الاعلام برضو زي اي حاجة في المجتمع بعد الثورة ما زال يدار بنفس الانماط الاساسية اللي كان بيدار بيها قبل الثورة فالاعلام في تأسيمته كلها هو غارق في استقطابات سياسية وطالما انه هو غارق في استقطابات سياسية بمعنى ان اعلام موالي للدولة يتبنى وجهة نظر الدولة واعلام موالي لقطاعات سياسية محددة يتبنى وجهات نظره واعلام موالي لرجال اعمال له من حيازات سياسية محددة بيتبنى وجهات نظره يعني حتى هذه اللحظة هذا الاعلام غارق في الاستقطابات وبيعبر عن وجهات نظر غير مكتملة وده اللي بيخلي جزء برضو من المطالب اللي اسمعناها في فبراير الماضي كان لها علاقة بإعادة هيكلة الإعلام كان لها علاقة باستقلال الإعلام وبضبطه وفي النهاية كله ده كان هينعكس على الضوابط المهنية اللي لها علاقة بالتوازن في العرض واللي خلى الناس في النهاية تتشبع من القصص المتدولة في وسائل الإعلام وفي النهاية تفقد الثقة بشكل كبير وده اللي نجح في وقت آخر الحملات الشعبية اللي كان بتنزل للمواطنين بشكل مباشر وتعرض عليهم وجهات نظر الناس بدأت تتفاجئ بيها لأنها ما كانتش بتشوفها بشكل مكسف في الإعلام يعني في النهاية الحقائق لا تعرض بتوازن لأنها خضع للاستقطابات السياسية طالما أنها خضع للاستقطابات السياسية بتفضل ناقص منها جزء كبير جدا بيأثر على مصدقية الإعلام عموما وبيدي هذه الفرص للحملات الشعبية وللإعلام الشعبي وده يخليه برضو أقوله طبعا حملات الشعبية بتتهان يعني فيه برضو فيه بتساعات المواطنين ما بيقبلوا فيه مواطنين طبعا بيقبلوا بيستعوبوا بيحاولوا يفهموا لأنهما شايفين هم مغيبين والإعلام ما بيعرضش لهم الحقائق والوقاع وفيه ناس شايفة أنه فيه ناس تطلع لهم بيطلع لهم بلتجية وبيطلع لهم ناس من المواطنين العاديين بيبتدوا يضربوهم ومبارح كان فيه مشاكل عندما سبير يعني مازال حتى يعني الناس قدرت يعني خلال السنة اللي فاتت يمكن تبدي مساء القرائب بقوله لما كان بيحصل مسيرة في الشوارع كانت ايه المسيرة بتطالب بأي حاجة أول كام شهر كانت الستات البيوت اللي هي وقفة بتزغرت وبترمي مية وبترمي أكل للشباب اللي ماشيين في الشارع دلوقتي بيرموهم بحاجات تانية يعني وبيتشتموا ده الجزء الرئيسي لما بنجي نحسب المكاسب والخسائر لهذه الثورة هذه هي الخسارة الحقيقية فقدت الغطاء الشعبي هذه هي الخسارة الحقيقية وهي مش مسألة الخسارة الحقيقية هذه هي الخسارة الحقيقية اللي خسرتها الثورة وهذا هو الخطأ الحقيقي الذي ارتكبه من يديرون المرحلة انتقالية ان احنا في هذه اللحظة احنا فقدنا المناخ اللي كان موجود في فبراير الماضي فقدنا هذه الروح اللي كانت موجودة في طول السنة اللي فاتت هناك إجراءات تبدو ممنهجة لتشويه هذه الثورة ولتشويه من ينتمون إليها ولتشويه إجراءاتها ومطالبها وفعالياتها وكل شيء له علاقة به سواء ونجح ووضع يعني أنا لما تيجي تربطي هجمات لها علاقة بالإعلام وهجمات لها علاقة بالحركة الحقوقية وهجمات لها علاقة بالنشطاء الميدانيين وهجمات لها علاقة بتشويه كل شيء له علاقة بمدان التحرير وفي النهاية هذا التشويه الممنهج هو الفرع واللي خلى المشهد اللي حضرتك بتحكي عليه يبدأ يحصل وده اللي أنا اتكلمت عليه في الأول أن هناك تنازل على هذه الثورة وفي ناس بتشدي فيها الورا تمام خليني برده أقول لحدك وجات نظر الأخرى وهو أنه أصل الثورة دي مش عارفين لها قائد وأنتوا بقى عارفيننا وشوية عائل كل شوية لم ويعملونا واش طب ما تشوفوا لكم حد كده أنا عارف نتفاهم معا الحوار ده بيتقال من أول يوم ولسه بيتقال لغاية دلوقتي بس ده كان الناس كانت بتتكلم كلام مختلف في البداية بتقول إن ميزة هذه الثورة إن مالهاش قائد إنها طلع تعبر عن مطالب المصرية في يعني إزاي تحت تتحول الميزة إلى عيب في النهاية الثورة ممكن يكون مالهاش قائد ما يكونش لها كيان يعني كيان مباشر كيان رسمي يعني لكن على الأقل هي لها مطالب محددة وليها مطالب واضحة وهذه المطالب هي ملك الجميع وليست ملك لشخص يتحدث باسم الثورة أو كيان يتحدث باسم الثورة وكل شخص يعتقد أن هذه المطالب الأساسية وهذه العناوين الأساسية التي نزل من أجلها إلى ميدان التحرير لم تتحقق من حقه أن يطالب به طيب حاجتين قبل عشان وقتنا خلص واحد حاجتك شايفي زي نعدل مصار الثورة إذا كان ثمت تعديل مصار يعني يعني إحنا عندنا إجراءات اتخذت عندنا دلوقتي برلمان منتخب المفترض أنه سيفتتح في خلال أيام يوم لتنين أنا أعتقد أن جزء رئيسي من تعديل مصار الثورة أن يثبت هذا البرلمان أنه برلمان قادم من الشارع ومنحاز إلى الشارع ليس فقط في مسألة أنه جاي بسندوق انتخابات لكن على الأقل الناس انتخبت هذا البرلمان حتى يمارس صلاحيات حقيقية وهذا البرلمان لابد أن يمارس صلاحيات حقيقية وإن لم يمارس صلاحيات حقيقية يبقى ما فيش أي معنى للكلام عن إرادة الشعب وسندوق الاقتراع والأشياء من هذا القبيل هذا البرلمان لابد أن يتسلم فورا جزء رئيسي من السلطة المدنية وهي سلطة التشريع والرقاب وإذا لم يتسلمها فورا وبشكل غير منقوص أنا أعتقد أن هناك خطر على الديمقراطية اللي احنا بنحاول نأسسها وجزء من حماية هذه الديمقراطية أن ندعم هذا البرلمان وأن يدعمنا هذا البرلمان أستاذ أحمد تسوي ختاماً يوم 25 اللي جاي ومرور سنة على الثورة المصرية حضرتك هتقضي زي يعني أعتقد أن احنا يعني مسألة الاحتفال هي مسألة غايبة عن زهني لأن أنا لا أعتقد أن أنا يمكن أن نحتفل بنصف المباراة اللي بيحتفل بجوم جي في الشرط الأول ده شخص مش عارف يعني مش ضع من الشرط التاني حتى بيحتفل بالتعادل سعيد تلوقتي كده نحتفل التعادل في الشرط الأول نهي جيبنا جوم في الشرط الأول لكن لسه المباراة مستمر أستاذ أحمد صالي مدير تحرير جديدة الشروق شكراً جايزين على وجودك معنا وأكيد هابريني لقاءة تانية ورسيل حضرتك جداً لسه مكملين نهارك سعيد وبعد الفاصل هيكون عندنا فقرة تانية والموضوع هو أموال التأمينات الاجتماعية اللي عمالين بنسمع أنها راحت وغابت وتاهت والبورصة يعني في كلام كتير بيتقال بعتقد من حقنا أن نحن نفهمين إيه اللي بيحصل وده اللي هنعرف في الفقرة اللي جاية مع رانيا السيد خليكم معنا اشتركوا في القناة